شيانغمي اطلق عليها وردة الشمال وهي واحدة من اجمل واكبر المدن في تايلند تقع المدينة في واد خصب تحيط به الجبال الخضراء وتشتهر بجمالها الطبيعي الخلابي وتنوعها الثقافي الفريد تتميز شيانغمي باجوائها الهادئة والمريحة مما يجعلها وجهة مثالية للهروب من صخب الحياة اليومية مناظر الجبال الشهقة والشلالات المتدفقة والغابات الكثيفة تضفي على المدينة سحرا خاصا مما يجعل من شيانغمي وجهة سياحية لا تنسى في هذا الفيديو سنتعرف على اولا اهم الوجهات التي تستحق الزيارة في شيانغمي ثانيا اهم المعلومات مثل الفنادق المطاعم الطقس المواصلات وغيرها اولا افضل الاماكن واحد حديقة دوي انتانون الوطنية تعد واحدة من اجمل الوجهات الطبيعية في تايلند وهي موطن لاعلى قمة في تايلند ترتفع قمة دوي انتانون الى الفين وخمسمائة وخمسة وستون مترا فوق مستوى سطح البحر الغابات الكثيفة التي تغطي الحديقة تزخر بتنوع بيولوجي رائع حيث يمكنك مشاهدة انواع ناذرة من النباتات والحيوانات تؤثر مسارات المشي المتعددة في الحديقة فرصة لاستكشاف الجمال الطبيعي والاستمتاع بالهواء النقي بالاضافة الى ذلك تتميز الحديقة بوجود العديد من القرى الجبلية الصغيرة التي تعكس الثقافة المحلية وتضيف لمسة تقليدية ساحرة الى المنطقة المشاهد البانورامية من القمة تؤثر اطلالات لا تنسى على المناظر المحيطة مما يجعل حديقة دوي انتانون الوطنية وجهة لا تفوت لمحب الطبيعة والمغامرات اثنان شلال مايا هو واحد من اجمل شلالات شانغمي ويقع في داخل حديقة دوي انتانون الوطنية يتميز الشلال بتدفقه القوي والمياه النقية التي تتساقط من ارتفاع شاهق الذي يخلق منظرا طبيعيا رائعا واجواء هادئة محيط الشلال مغطى بالغابات الكثيفة والنباتات الخضراء مما يضف على المكان جمالا استثنائيا يمكن للزوار الاستمتاع بالمشي في المسارات الطبيعية التي تؤدي الى الشلال مع مشاهدة تنوع البيولوجي الغني بالحديقة اصوات المياه المتدفقة والطيور تضيف الى سحر المكان مما يجعله وجهة مثالية لمحب الطبيعة والمغامرة لا تنسى مشاهدة باقي فيديوهات تايلند في قناتنا بوكت بانكوك هواهين كرابي كوساموي وغيرها والروابط في الوصف ثلاثة مهرجان الورود يعد من اجمل الاحداث التي تحتفل بجمال الطبيعة في المدينة حيث تتحول شيانغمي الى جنة من الالوان والروائح الزكية تنتشر الزهور في كل مكان من الحدائق العامة الى الشوارع والازقة مما يضف على المدينة منظرا ساحرا ومبهجا تستعرض العروض الزهرية التصاميم الفنية والابداعية باستخدام انواع مختلفة من الورود والنباتات المحلية مما يعكس ثراء التنوع النباتي في تايلند يمكن للزوار الاستمتاع بالتنزه بين الزهور الجميلة والتقاط الصور الفوتوغرافية التي تحتفظ بالذكريات لا تنسى جمال المدينة يزداد بريقا خلال مهرجان الورود مما يجعل من شيانغمي مكانا مثاليا للاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة في اروع صورها هي واحدة من اجمل الحدائق النباتية في المنطقة وتعد وجهة سياحية رائعة لمحب الطبيعة تقع الحديقة على مساحة واسعة وتضم نباتاتا وزهورا من مختلف انحاء العالم مما يجعلها واحة خضراء مليئة بالالوان الزاهية تتميز الحديقة بتصميمها الهندسي الجميل حيث تتوزع المسارات بين البرك والجسور والاشجار المزينة بشكل فني يمكن للزوار الاستمتاع بالمشي في الحديقة واستكشاف البيوت الزجاجية التي تحتوي على نباتات استوائية نادرة تؤثر الحديقة اطلالات بانورامية على الجبال المحيطة مما يضيف الى جمالها الطبيعية النوافير والتماثيل المنتشرة في ارجاء الحديقة تزيد من سحر المكان الزوار يمكنهم قضاء يوم كامل في استكشاف الزوايا المختلفة للحديقة والتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة والاجواء الهادئة ادعمنا بلايك اذا وجدت في الفيديو ما يفيدك خمسة جبل دويسوثيب يعد من ابرز الوجهات السياحية في شيانغمي بفضل جماله الطبيعية واطلالاته الخلابة على المدينة يرتفع الجبل الى حوالي 1676 مترا فوق مستوى سطح البحر مما يؤثر مناظر بانورامية رائعة للمنطقة المحيطة الغابات الكثيفة التي تغطي الجبل تضم مجموعة متنوعة من النباتات والحيوانات مما يجعله مكانا مثاليا لعشاق الطبيعة والمشي لمسافات طويلة يمكن للزوار الاستمتاع بالهواء النقي والمشاهد الخلابة اثناء صعودهم الى قمة الجبل الطريق الى القمة مليء بالمناظر الطبيعية الساحرة ويضم العديد من النقاط التي تؤثر اطلالات رائعة على شيانغمي والمناطق الريفية المحيطة بها القمم المذهلة والوديان العميقة تجعل من الجبل مكانا مثاليا للتصوير الفوتوغرافي والاسترخاء ستة سوق المشي يوم الاحد يعد واحدا من اجمل واشهر الاسواق في شيانغمي ويمتد على طول شارع راتشادا منوين بالمدينة القديمة يتميز السوق باجوائه الحيوية والملونة حيث تعرض فيه مجموعة متنوعة من المنتجات المحلية مثل الحرف اليدوية المجوهرات والملابس التقليدية الاكشاك تصطف على جانبي الشارع وتقدم مجموعة واسعة من الاطعمة التايلندية الشهية مما يتيح للزوار تذوق نكهات محلية متنوعة الاضواء والزخارف تضفي على السوق جوا ساحرا خاصة في المساء حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالتجول وسط الاجواء الليلية الهادئة زيارة سوق المشي يوم الاحد تمنح الزوار فرصة لاستكشاف الحرف اليدوية التايلندية وتفاعل مع السكان المحليين في بيئة مريحة وجذابة شارك الفيديو مع من ستسافر الى شيانغمي معه ثانيا اهم المعلومات واحد ما هو طقس شيانغمي وافضل وقت للزيارة تتميز شيانغمي بمناخ استوائي موسمية الصيف يمتد من مارس الى يونيو ويكون الطقس حارا بدرجات حرارة تتراوح بين 25 و35 درجة مئوية الشتاء يمتد من نوفمبر الى فبراير ويكون الطقس معتادلا وجافا بدرجات حرارة تتراوح بين 15 و25 درجة مئوية افضل وقت لزيارة شيانغمي من نوفمبر الى فبراير حيث يكون الطقس لطيفا ومناسبا للانشطة الخارجية واستكشاف المعالم السياحية والطبيعية اثنان ما هي خيارات الفنادق في شيانغمي وما هي اسعارها فنادق ثلاث نجوم توفر اقامة مريحة باسعار تتراوح بين 20 و50 دولار فنادق اربع نجوم تقدم خدمات جيدة باسعار تتراوح بين 50 و100 دولار فنادق خمس نجوم توفر راحة فائقة باسعار تبدأ من 100 دولار وتصل الى 200 دولار ثلاثة ما هي تكلفة تناول الطعام في مطاعم شيانغمي المطاعم الشعبية والمحلية باسعار تتراوح بين 13 و10 دولارات للوجبة المطاعم السريعة باسعار تتراوح بين 2 و5 دولارات للوجبة المطاعم الفاخرة باسعار تبدأ من 15 دولار وقد تصل الى 50 دولار للوجبة اربعة ما هي افضل الاسواق في شيانغمي سوق وارووت سوق الاحد الليلي خمسة ما هي المدة المثالية لقضاء عطلة سياحية في شيانغمي ينصح بقضاء ما لا يقل عن خمسة الى سبعة ايام في شيانغمي للاستمتاع بالمعالم السياحية والثقافية المختلفة ستة ما هي المنتجات التقليدية والهدايا التذكارية التي تشتهر بها شيانغمي الحرف اليدوية الخشبية الحرير التايلاندي الملابس التقليدية المجوهرات الفضية الاطعمة المجففة والتوابل سبعة هل مياه الصنبوري امنة للشرب في شيانغمي يفضل تجنب شرب ماء الصنبوري في شيانغمي واستخدام المياه المعبئة وذلك لتجنب اية مشاكل صحية ثمانية ما هو متوسط اسعار البقالة في شيانغمي متوسط تكاليف البقالة الاسبوعية لشخص واحد يتراوح بين عشرين الى ثلاثين دولار امريكية تسعة ما هو متوسط سعر الطيران الداخلي في تايلند يمكن تقدير متوسط السعر بين ثلاثين الى مئة دولار امريكي للرحلات الداخلية ذهابا وايابا عشرة هل شيانغمي مدينة امينة للسياحة؟ نعم شيانغمي تعتبر واحدة من المدن الامينة للسياحة في تايلند وذلك مع اتخاذ الاحتياطات العادية في الاماكن العامة والمزدحمة احد عشر ما هي وسائل المواصلات في شيانغمي وكيف يمكن استخدامها بشكل اقتصادي التوك توك تتراوح بين واحد الى ثلاثة دولارات للرحلة الواحدة الدراجات النارية يمكن استئجار دراجة نارية بتكلفة تتراوح بين خمسة الى عشرة دولارات يوميا التاكسي وخدمات النقل بالتطبيقات تبدأ تكلفة الرحلة من حوالي اثنين دولار للكيلومتر الواحد الحافلات المحلية تتراوح بين نصف دولار الى واحد دولار للرحلة الواحدة اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد